في دروس كده بنتعلمها من التاريخ بنتعلمها من الممارسة بنتعلمها من التجربة ومن الخبرة ومن دروس التاريخ اللي تعلمناها واللي علمهنا النادي الاهلي هو انه دايما الحساب بيكون في نهاية الموسم ايه مناسبة الكلام ده اقول لحضراتكم مناسبة الكلام ده هو الكلام على فيلر اللي بالمناسبة يمكن في بداية الفقرة لازم اقوله طبعا كل سنة وانت طيب فيلر النهاردة بيحتفل بعيد ميلاد والكلام على فيلر كتير جدا خذوا بالحضراتكم أنه في وقت من الأوقات بيبقى تسريب خبر معين أو الدخول حتى في مفاوضات جدة في توقيت معين مع مدير فني أو مع لاعب مش بيبقى هدفه جدية التعاقد يعني وأنا عارف أنه فيه كلام كتير جدا على فيلر في الفترة الحالية أنا بكلم جمهور النادي الأهلي النادي الأهلي واعتقد أنه جمهور حتى النادي الأهلي بقى بيعمل أو ماشي بنفس السياق أنه المنهج بتاعنا أنه نحاسب في نهاية السيزن والسيزن ده لسه طويل وممتد ويهمنا جدا كجمهور أنه نحن نحافظ على حالة استقرار اللي بيعيشها فلين النادي الأهلي وجهازه الفني في الفترة الحالية وخصوصا طبعا أنه نحن مقبلين على قابل نهاية أفريقي لكن خذوا بالحضراتكم أنه ترديد أخبار من النوع ده أو تساؤلات من النوع ده في وسائل أعلام المختلفة هدفه ممكن يبقى تشتيت الرجل نفسه يعني أنا ممكن أقدم لك عرض جدي أو يحصل تواصل أو الدخول في مفاوضات حقيقية بهدف أن أنا أطلعك من حالة التركيز اللي أنت عايشها مع النادي الأهلي أو على قل تقدير أوتر اللعيبة أدخل الفريق بتاعك في حالة توتر والله راجل مكمل لا مش مكمل أو حتى أمارس نوع من أنواع الضغوط على إدارة النادي اللي بتفكر أنها تجدد أو تكمل مشوار مع الإدارة الفنية ومن عدمه مش بكلم على فالر تحديدا بكلم حضراتكم على الأسلوب والمنهج اللي بنشتغل فيه لأنه وراء الكواليس في حاجات كتيرة جدا يمكن أو حاجات بين السطور يمكن الجمهور ما يقدرش يراها على كل أحوال أنا بعتقد أنه فيلر مقدم موسم أكتر من رائع برغم حالة هجوم شديدة جدا يعني بفتكر بدايات الرجل أو مش بداياته ده من مجرد بمجرد ما تم الإعلان من قبل إدارة النادي الأهلي أنه تم التعاقد مع سويسري ريني فيلر أنا فاكر حالة هجوم عنيفة جدا مين فيلر تاريخه إيه لا يمتلك الشخصية لا يمتلك المقاومات رغم الراجل أساسا يعني إحنا ما جبناش مدرب مثلا ليه سي فيه محترم في أفريقيا فإحنا عارفين الأندية اللي هو تولى مسؤوليتها عارفين النتاج اللي حقها مع الأندية الأفريقية عارفين شخصيته في إدارة الفريق ناحية الفنية عنده قوية ضعيفة ده راجل جاي من سويسرا وجاي من نادي مش قليل حقيقة يعني تجربته مع أندرلاخت خذوا بالحضراتكم أنا عارف أندرلاخت يعتبر من أندية القائمة في بلجيك ويمكن يكون نادي الأكبر في بلجيك لكن لكن على مستوى أوروبا يمكن ما يكونش بيحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة عند الجماهير المصرية أو بالتابع لكن فيلر كان حالة مع أندرلاخت وبالتالي أعتقد أن أرقام اللي حقق الراجل مع الأهلي في السيزن ده نحن نتكلم على تقريبا 41 ماتش أو 42 ماتش 39 ماتش إجمالي عدد الماتشات اللي لعبها الأهلي تحت قيادة ريني فييلر منها 31 فوز و 6 تعادلات متصدر البطولة وأعتقد أقول بمنتهى الأريحية الأهلي خلاص فاس بالدوري حتى لو فضلنا ثلاث نقط ومقدم سيزن كويس جدا محترم رغم أنه ملوش خبرة في أفريقيا ووصل ربع نهائي وإن شاء الله بإذن الله يكمل مشواره بمنتهى النجاح